منقرأ القرآن ومنقرأ آيات كتير في القرآن مثلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود والمشركين الأخير أقربهم مودة الذين هم قالوا إن نصارى هل بيقصدوا نصارى اللي هي موجودة في الجزيرة العربية ولا كلمة عامة بتقصد كل المسحيين بص هو الفكرة بالنسبة للقرآن زي هرجع تاني وهقول إن أنا ما بجيب التوسيق بتاع العقيدة النصرانية مش بجيبه من كتب نسكت بينهم لكن إحنا لازم نرجع للمراجع لازم نرجع لكتابات الأباء الأولين ونرجع للمدافعين الدفاعيين اللي كانوا في الكنيسة اللي بيتكلموا عن البدعة نفسها اختلطت في كتابات المدافعين الدفاعيين اللي بيتكلموا على الدفاع عن الإيمان المسيحي في الكنيسة الأولى في زي جاستن دمارتر أو غيره أبي فانوس والناس دي كلمت على البدعة النصرانية على أساس تكلموا على النصرانية أن هي لم تكن بدعة زي الأبيونية لكن شوية أما ابتدت أن الأبيونية خرجت من عبائة النصرانية دعوا على النصرانية أن هي أبيونية لكن النصرانية مختلفة عن الأبيونية وأرجع أقول للمكنان دا تاني بالنسبة للقرآن النصرانية مختلفة تماما عن القرآن القرآن هو واخد فكر أبيوني لكن مش واخد فكره نصراني لأننا زي ما قلنا النصرانية بما معناها يعني فكر رفض لهوت المسيح بيكلم على رفض الصليب بالزبط كتابات بولوس إلى آخره أول حاجة المسيح بالنسبة للنصارى هو ابن الله بالنسبة أنه ليه وجود قبل ميلاده بالنسبة للأبيونية المسيح هو ولد من العزرق منش يقول العزرق مريم بيكلمه أن هي ولد من مريم ويوسف ميلاد عادي طبيعي وبعد كده حل عليه قوة إلهية في وقت المعمودية هاي تشبه بدع الغنوصية بالزبط اللي كانت في أيام يحنى بالزبط هي الأبيونية والغنوصية هم بتعتين يعني قريبين جدا جدا من بعض أما بنيجي نتكلم على بعض النقط اللي موجودة في القرآن القرآن بيكلم على المسيحيين أنه هما اسموهم نصارى شيء غريب جدا أن الإسلام أو القرآن يكلم على المسيحيين أنه هما اسموهم نصارى لسبب أنه هو يؤمن القرآن أو إله القرآن أو رسول القرآن يؤمن ويقر أن المسيح أن يسوع هو المسيح يعني يقول عيسى ابن مريم عيسى المسيح يعني يقر أنه هو المسيح مع ذلك أتباعه ما اسموهمش مسيحيين لكن هو يعني بيذكر العبارات لكن تعني شيء تاني يعني في القرآن يعني مثلا تسمعي يعني الله لكن صفات الله وطبيعة الله كيف إحنا بنؤمن فيه كمسيحيين بيختلف عن صفات وطبيعة الله اللي بيذكر في القرآن ما طبعا لأن إنت لو ترجع للتاريخ هتلاقي مين اللي قد الفكر ده هوت لمحمد رسول الإسلام هو ورقة ابن نوفل وورقة ابن نوفل كان أبيوني فبالتالي اداله نفس الفكر اللي هو آه أنا بؤمن بالميلاد العزراوي أنا بؤمن إن المسيح كلمة الله واروح منه لكنه لا يؤمن إن المسيح هو الله فاداله فكر مغلوط فيه هرطقة بيؤدي إلى عرض القرآن للفكر الأبيوني وليس عرض القرآن للفكر المسيحي الأصلي وبعدين أنا هرجع تاني وأسأل أما القرآن بيؤمن أن عيسى هو المسيح لماذا أدبع عيسى لم يسموا مسيحيين وسموا نصارى ليه لأنه كان في شبه الجزيرة العربية الهرتقة الخرجة من عباءة النصرانية وهي الأبيونية والتي كان يدع عليهم برضو كان يدع عليهم نصارى ولكن هما ليسوا نصارى هما أبيونيين فعلشان كده أخذ التسمية دهيت وبدأ أنه هو يسميها على المسيحيين في القرآن أبو حبيب عندك أي تعليق قبل من أخذ فاصل بس يعني أنا بحب أقول أنه فيه فرج طبعا بين النصرانية والمسيحية يعني لما تخبرت ضيطة الكريمة أنه النصرانية هي تؤمن بيصالب المسيح وب يعني أزارية المسيح هذا الشيء يعني لا يفرق بين المسيحية ونصرانية طبعا القرآن لما أطلق أو محمد لما أطلق على المسيحيين لقب نصارى كان من ارتباطه المباشر بورقة بن نوفل كونه كان نسيبه أو قريبه ولم يذكر القرآن أو لم يذكر أنه كان المسيحين حتى مصطلح أبيونيين لم يذكر لكن ذكر نصارى طبعا التعليق نحن نعرف في أبيونيين وفي أريوسيين وفي عاقب في نفاترة لكن التأثير المباشر اللي كان على رسول الإسلام كان من شخص نصراني أو نصارى اللي منهم كان ورقة بن نوفل يعني حتى الكلمة في القرآن اختلف ما بين معنى كلمة نصارى هل هي نسبة إلى النصر أو نسبة إلى نصر الله يعني أنصار الله نعم نعم